وصلنا لأخير فارت بهالأبيزود. بهالفيديو رح نحكي عن الديفورت راوت بالريب فيوان. ناخد سيناريو جديد. عملنا الديفورت راوت من R3 على R2 وعملنا الديفورت راوت من R2 على R3. نحن نحن ناخد انو الانترنت ميلة R3. يعني عم ناخد انو اللي قدنا في 2.168.5.0.24 هو الاسب. اليوم الديفورت ليس ضروري يعملوا اكسجنج للراوتينج تبعا مع الاسب. الراوترز تبع الديفورت راوت وعليها بيبعثوا كل الترافك للراوتر الاسب. الاسب بيعمل كونفيجوريشن لستاتيك راوت بويتينج تبع الراوتر لأدرسات داخل الناتور. بس شو يعني الديفورت راوت؟ مستعملة لينبعثوا الباكتس عليها وقت الراوتر ما يعرف وين بده يبعثون. يعني وقته ما يصير فيه ولا ماتش بالراوتينج تابل طبعه. يعني بكل بساطة بتقله للراوتر. اذا ما بتعرف ما بدك تبعث الباكتس بعضها هون. هيدا الراوت الادرس تبعه هي 0.0.0.0. وصد نتماسك كمان هي 0.0.0.0. تعني عمل كونفيجوريشن لأردو. راوتر ريب networks smile22.30 febrighters. ip-roadpeople 0.0.0.0, 0.0.0 serum 0.0.0 seems 0.0.1 على ارتة نكتب no-road Stefanie ip-road savior 255.255.252.0 0.0.1 الآن إذا نقوم بـ Show IP Route على الروتر R2 و R3 نرى أنه على الروتر R2 يصبح لدينا الروتر R2 وعلى الروتر R3 يصبح لدينا الروتر R2 اللي خلقناها من قليل ولكن ماذا يحدث بالروتر R1؟ إذا نرى على R1 Show IP Route لنرى الروتر R2 يصبح لدينا الروتر R2 يصبح لدينا الروتر R2 و 0.0.24 و الـ Subnet ولكن لدينا الروتر R2 و لدينا الروتر R2 لذلك يجب أن نقوم بـ Static Route على كل روتر ولكن لا يوجد إفكاس وكل ما حصل لدينا الروتر R2 يجب أن نغير إلى أين كان من هذا الموضوع نقوم بـ Default R2 بعد أن نبرم على كل روتر و نضع الروتر R2 نجد R2 يبعث الروتر R2 على R2 نكتب Router RIP Default-Information Originate End لذلك الآن إذا نقوم بـ Debug IP Route نرى أن R2 يضع الروتر R2 في الروتر R2 لذلك نرى الروتر R2 نرى أنه تعلم الروتر R2 من R2 وهيك من وصلنا لآخر هالأبيزود نشكر شركة CB Electronics على دعم لألنا شركة CB Electronics هي شركة إلكترونيكس و IT وبتقدم سيرفز رائعين فيكم تتعرفوا أكتر عليها عبر الويبسايت اللي عم يمرق بالفيديو هلأ إذا اخذين أي ممبرشيب رح يكون عطون عندكم أكسز على هالفيديوز قبل بكم شهر من ما يصيروا public ونشكر كل الأشخاص الذين اخذين سبسكريبشن ويدعمونا لنكمل بالكونتنت وللأشخاص الذين لا اخذين سبسكريبشن يمكنكم تدعمونا عبر أي كريبتو كوين تستعملوه نرى الابيزود 6 لشرح VLSM والCDR دو نوثيون قطعوا معنا بشكل سريع قبل ومافتنا بالتفاصيل طبعا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر